يعيش الشارع الهندي على وقع مظاهرات كبيرة بدأت منذ إقرار البرلمان في الحاد عشر من كانون الأول لقانون الجنسية الهندية والذي يقضي بمنح الجنسية للاجئين من جنسيات مختلفة ولكنه في الوقت نفسه يستثني المسلمين منهم القانون الجديد أجج الكثير من شرائح المجتمع الهندي الذي خرج في احتجاجات عارمة في مختلف أنحاء البلاد عبر فيها المحتجون عن قلقهم ومخاوفهم في ظل حكم الهندوس رئيس الوزراء الهندوسي نارندار مودي حاول طمأنة المتظاهرين ولكن الشارع متمسك بإلغاء هذا القانون بشكل كامل فمنذ وصول مودي إلى السلطة في 2014 والمجتمع الهندي يشهد ترويجا وانتشارا لخطاب عرقي ديني يقوم على أديولوجيا تفوق الهندوس التي يرى معارضوها أنها خطر على تنوع المجتمع الهندي هيئة علماء المسلمين في العراق قالت أن محاولة تحويل الهند من بلد متعدد الديانات إلى بلد بلون واحد أمر يتناقض مع مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير وأضافت الهيئة أن قانون الجنسية الجديد العنصري المجحف بحق مسلمي الهند وكل الممارسات التعصفية الأخرى بحقهم مستنكرة أشد الاستنكار مسلمو الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة يرون أن لا علاقة لهذا القانون بمساعدة المهاجرين وإنما الأمر يتعلق بالحملة التي يقوم بها مودي ووزير داخليته أميت شاه لتهميش المسلمين وتحويل الهند إلى وطن للهندوس بحسب صحيفة نيويورك تايمز التي وصفت المظاهرات الشعبية التي تعم أرجاء الهند أنها أكبر تحدي يواجهه رئيس الوزراء ناريندار مودي الشرطة الهندية أعلنت حضر المظاهرات في العاصمة نيو ديلهي وعدد من المدن الكبرى بعد تزايد حدة التظاهرات الرافضة لقانون الجنسية الجديد وفرضت أيضا حالة الطوارئ وحضرة التجمعات الكبيرة في أجزاء من نيو ديلهي كما عطلت خدمة الإنترنت فضلا عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين وشنت حملة اعتقالات واسعة لطلاب الجامعات الإسلامية بالعاصمة الهندية ديلهي الرافضين للقانون العنصري بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بينما تحدى المتظاهرون إجراءات الأمن المشددة التي فرضتها السلطات وذلك بعد مواجهات خلفت العديد من القتلى هذا ودع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الحكومة الهندية إلى الالتزام بحقوق الإنسان والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته التي تعد قانونا عنصريا بامتياز قد يحرم ما بين 20 إلى 30 مليون مسلم من جنسيتهم الهندية بينما يصمح بمنح الجنسية للملايين من غير المسلمين